اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ونبدأ من اهم العناوين الهيئانة في جريمة جديدة وزارة العدل الحالية تنفذ حكم الاعدام بستة معتقلين المدى عام على اعادة الانتشار في كاركوك النازحون الكرد لم يعودوا الى منازلهم ومجلس المحافظة معطل كتابات لقاءات الساعات الاخيرة لتشكيل حكومة العراقية وانباع النصف حكومة السبت الجزيرة نيتنياهو يهدد غزة ومدير المخابرات المصرية يرجع زيارته العرب الجديد روسيا قلقون حيال محاولة واشنطن تأسيس شبه دولة بسوريا القدس العربي جيش العدل البلوشي يخطف 14 من الحرس الثوري الايراني وطهران ترجع الاسباب الى خيانة مندسين الحياة اللندنية عقوبات امريكية على شبكة الباسيج ومن العناوين ننتقد الى المقالات واول مقال لنا من صحيفة المدى حيث وجدنا في متنه معظم الدلائل الفنية تشير الى خطورة اقامة السد على شط العرب لمنع تدفق المد الملحي من الدخول فيه وبحسب مختصف شؤون المياه فان الشط سيتحول الى بركة اسنة كثيرة الجزر وسيندثر في غضون سنوات وسيبني المحاوسمون منازلهم عليها نتيجة الطمي والغرين الذي يأتي به نهر دجلة والانهر التي تصب فيه حيث سيقوم السد بمنع الترسبات هذه من الذهاب الى البحر لكن كل الحلول فشلت بالبصرة والحكومة عاجزة بحسب مقال للكاتب طالب عبد العزيز اجتهد كثيرون من ذوي الاختصاص في البحث عن مخرج للأزمة وانتشرت في مواقع التواصل مخططات ومرتسامات كثيرة ايضا كلها تتحدث عن سدود وقنوات تصريف ومشاريع ري لكن لا نتيجة لذلك الكل خائف ومتردد والحكومة بلا خبرات فنية لم تستشر شركة متخصصة ويبدو انها تنتظر من تركيا بزيادة الاطلاقات المائية في دجلة او تتوسل ايران لكي تفرج عن اطلاقات مائية كاذبة في شط العرب والحكومة الفيدرالية لم تتشكل ذلك لان مزاد الوزارات لم يبدأ بعد فيما يكتوي البصريون بازمة الماء المالح منذ اربعة اشهر او اكثر وقد اخفقت العتبة والحجد والحكومة المحلية وحكومة بغداد هؤلاء كلهم مجتمعون اخفقوا ولم يفلحوا باجاد حل نهائي حتى لازمة شبكة ماء الاسالة اذ ان ما تؤمنه قناة البدع لمشاريع الاسالة لا يتجاوز الخمسة والعشرين بالمئة من حاجة المدينة ولاننا في مجتمع البصرة ابناء فلاحين تتلمذنا في مدرسة الزراعة والسقي فقد آلمنا ان لا يجد هؤلاء كلهم مخرجا لازمتنا التي اكلت الاخضر واليابس في المدينة التي تنتج اكثر من ثلاثة مليون برميل يوميا يضيف الكاتب قد لا يتصور احد في بغداد حجم الكارثة البيئية التي حلت بالبصرة اذ باحصائية بسيطة وبافتراض ان شجرتين هلكتا في كل حديقة منزل بصري سيكون ان البصرة فقدت مليون شجرة وان مئات الالاف من الطيور والاسماك قد نفقت وان كل ما كان اخضر وظلالا بات شمسا تحرق وكل ما كان هواء نقيا او اوكسيجينا صار ثاني اوكسيد كاربون وهكذا ترى او ترى هل لدى الحكومة المزيد من الوقت لكي تصمت وكم تريد من حالات التسمم لكي تقنع بوجوب التعجيل بالحل لازمة المدينة بملايينها الثلاثة تتفق تفسيرات الفقه الدستوري على احتكار الدولة لسلطة استخدام العنف في فرض القانون ويتطلب اي مسعى لبناء الدولة الحضارية الحديثة تطبيق هذا الاحتكار ومن دونه تبقى مجرد فلسفة نظرية بلا تطبيق السؤال كيف يمكن للدولة العراقية احتكار هذه السلطة سؤال يطرحه الكاتب مازن صاحب في صحيفة الزمان العراقية بمقال الله ربما هناك من يبرر وجود هذا النشاط المسلح لأسباب تتعلق بالغزو الامريكي للعراق وكأنهم ليسوا نتاجا لهذا الغزو أو يبرر ذلك لأسباب تتعلق بالدفاع عن العرض والشرف ضد الارهاب الداعشي وكأن تطبيقاتهم لا تختلف كثيرا في ذات الانطباع الذهني عن النموذج الصحراوي في تطبيق أحكام مختلفة حولها مقارنة بحقوق الإنسان في العهود الدولية لذلك سيبقى العراق يواجه أطماع الغير في نهب ثرواته مدامة مبررات هذا النهب مقننة بمفاسد المخاصصة ومحمية بجماعات مسلحة وحكومة عميقة هل يعني ذلك دخول العراق النفق المظلم بلا رجعة؟ الجواب على ذلك يتمثل في ركنين أساسيين الأول وجود الكثير من الشرائح الإجتماعية التي ترفض الانفكاك من مشروعية احتكار الدولة للسلاح تحت ذات المبررات وأيضا لكونها ترفض طبيعة هذا الانصياع لأضرار تصيب مصالحها الاقتصادية وهذا يؤسس لمشروعية وجود هذه الجماعات على مقاعد مجلس النواب لإدارة الدولة بمفهومها دون أن يتطابق ذلك شرطا مع مضمون بناء الدولة الحضارية الحديثة والركن الثانية تمثل في الأغلبية الصامتة التي تسعى لتداول أيامها لعل وعسى يأتي التغيير بعد بركان خارجية ليس للدولة سلطة واحدة تحتكر استخدام العنف في فرض سيادة القانون بل هناك سلطات متداخلة بقوانين مختلفة كل منها يحاول فرض احتكاره للعنف بوسائل غير قانونية أدت إلى ظهور جماعات أبو فلان وعلان كل منها يفرض نفوذه بطريقته الخاصة ناهيك عن سلطة عشائر التي غادرت أعرافها الحميدة إلى ممارسات لاعقلانية في العنف المنفلت فضلا عن ذلك الذي يريد تحقيق طموحه القومي والانفصال عن العراق هذه السلطات تبريراتها سلبية مرة والأخرى موضوعية جعلت الإنسان لا يلجأ إلى الدولة للمطالبة بحقه أمام القانون وهكذا تحولت الدولة بسلطاتها المتعارضة والمتداخلة إلى أموذج الدولة البدائية التي يلوذ الإنسان بالكهوف من الحيوانات المفترسة بحسب الكاتب اختزلت الكتلتان الإصلاح والإعمار والبناء بشخص زعاماتها السيد الصدر وهاد العامري وأصبح لهما مطبخهما الخاص للتفاهمات والتحالفات والاتفاقات بعيدا عن أقرب حلفائهما وهما يعلنان عن ذلك على الملأ بالتصريح أحدهما نيابة عن الآخر وأزيحت الأطراف الأخرى وغلبت على أمرها ولم نعد نسمع عن التحالفين في وسائل الإعلام على ما يبدو أن هذا التحالف قضى على ما سبقه عمليا من دون إعلان رسمي أو أنه حولها لتحالفات شكلية يعود إليها الزعيمان عند الحاجة ولمنع أي تحرك قد يختلف مع رؤيتهما وسياساتهما ولإبقاء الأمل البواهي في عودة الأمور إلى طبيعتها واحتواء التحركات السياسية لرسم خريطة واقعية للقوى أنها محاصصة جديدة السياسية يقودها الصدر والعامري بحسب الكاتب ماجد زيدان في مقالا بصحيفة الزمان العراقية في الواقع لا يرى البعض في الكتلتين الكبيرتين أن هناك حاجة للقوى الأخرى في صنع القرار والتخطيط له بل أنها أصبحت معيقا وقيدا يحد من حرية اتخال القرار من قبل الزعيمين أي أن الغرض منهما استنفذ وتم عبور مرحلة بهم إلى جانب فشل مشروع الموالات والمعارضة في نظام الحق وقد تكرس هذا وصار ضاغطا مع فقدان الأمل بالنسبة لبعض التكتلات في الحصول على حصة من الوزارات والدرجات الخاصة ويمكن الاستدلال عليه في نشوء تكتلات وتجمعات نيابية جديدة تحاول أن تجد لها مقعدا على طاولة تقاسم السلطة والتحاصص فيها من خلال هذه الاستفافات الآن يوجد تحالف لزعيمين يتحكمان به كما يريدان ويحظيان بدعم كبير إقليمي وداخلي ولا يواجهان مواقف متماسكة من الأطراف التي أسهمت معهما لأنها تسعى إلى المنافع الضيقة والمحلية وبعضها ينكفي على مجتمعته المحلية وفي نطاق جغرافي محدد لذلك أزيحت على اختلاف مشاربها من مشرح تشكيل الحكومة بقفازات الدبلوماسية الناعمة الداخلية والخارجية بمساندة من المرجعية في النجف بأقل جهد وكلفة عندما رشح عن تشكيل الوزارة فضلا عن التقاسم المحاصصي السابق فأنه تم إدخال توزيع محاصصي جديد بتوزيع الوزارات على المحافظات فالقريبون من رئيس الوزراء المكلف يقولون إن البصرة ستحصل على وزارتين ومثلها نينوة وهكذا لبقية المحافظات في شكل من المحاصصة وتقاسم السلطة يذكرنا بمشاريع تفتيت وحدة البلاد وتقسيمها إلى عدة تكوينات إدارية في خطوة لاحقة يسهل تمرجها فتش عن إيران بعد أن تحولت أذرعها الإرهابية الميليشاوية إلى برامج سياسية في أكثر من دولة إضافة إلى أنشطتها الأمنية والاستخباراتية بما يرصد لها من أسلحة وتمويل مشبوه المصادر وأسباب فتاح لعملياتها فالأعمال الإرهابية للنظام الإيراني تنفذ في عالم من الفوضى يغطي تعبئة أفراد ومجاميع توفرت على طريق تصدعات الاحتلال الأمريكي للعراق وما تشضت عنه المجتمعات تحت ضربات الإرهاب المذهبي المدعوم عمليا وفي وضح النهار من قبل محور تنظيم الدولة في إيران التفتيش عن إيران صار كارثة بعد أن انتقلت بعض التنظيمات في غفلة من ثوابت أمتنا العربية إلى دول ومشاريع في خدمة أهداف وسياسات الولي الفقيه الإيراني الذي طرح أسهم إرهابه في بنوك استثمارية خارج الأعراف ونواميس العلاقات الدولية وفق مقال للكاتب حامد القيلاني في صحيفة العرب اللندنية فاتش عن إيران بين الألاف والملايين من القتلى والجرحى والأرامل واليتامى النازحين من مدنهم إلى الخيام أو بين الهاربين من حدود العراق وسوريا وغيرهما من بلدان التمدد المذهبي لمشروع ولاية الفقيه الإرهابي فاتش عن الإرهاب الإيراني في أمريكا اللاتينية وعصابات تهريب المخدرات ومافيات السلاح وغسيل الأموال وفي العمليات الإرهابية بأثر الرجعي منذ ولاية الخمين إلى ولاية خامنائه وكيفية استغلال تلك العمليات في مهمات أمنية واستخبالية وتمويلية لحرسها الثوري لتعويم أهدافها ومناهجها وخلق فوضى وتداعيات متناثرة يصعب جمعها ورصد أدواتها في التحقيقات الجنائية التقليدية المدرسة الإيرانية لإرهاب الملالي تنطوي على خاصية نشر مبادئ الثورة ببراغماتية تبيح الاستطرادات في اللامعقول أو خلق المناخات والدلائل والتحليلات في العمليات الإجرامية الصريحة لتوحي بنفاد النظريات الأمنية الجاهزة في معرفة قراء الأدلة بموقع الجريمة الإرهابية ودوافعها وما يحيط بها لتوريط من يتورط بها ولرفع الحرج عن أجهزة الدولة حيث يقع العمل الإرهابي لغلق الملف ومتابعة الإعلام وتقليل خسائر التلويح باستقالة المسؤولين الأمنيين ويضيف الكاتب الأمة العربية اليوم مستهدفة بالسهداف المملكة العربية السعودية فتش عن خفايا معادلة الصراع الإيراني العربي على وجود أمتنا فتش عن ثنايا إيران في الخطابات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب قبل الانتخابات النصفية المقبلة وما يطرحه من فتاة توازنات في المنطقة تتلقفه إيران لتساون به تراجعها السياسي للدخول في مفاوضات تطبيق الـ 12 شرطا أمريكيا لإلغاء العقوبات وإعادة بناء الثقة في البرنامج النووي الإيراني أعيد فتح المعبر الحدودي نصيب بين الأردن وسوريا بعد إقفال شامل للحدود بين البلدين استمر منذ عام 2015 ولم يتطلب الأمر زيارة يقوم بها العاهل الأردني إلى دمشق أو زيارة رئيس وزراءه أو حتى وزير النقل في حكومته تم حل مسائل تقنية وأمنية تتعلق بأمن الجانب الأردني أولا ثم فتح المعبر الذي يسهل حركة التنقل المضبوط بين البلدين لماذا الأمر مختلف في معبر نصيب بين لبنان وسوريا سؤال يطرحه مقال للكاتب طوني فرانسيس بصحيفة الحياة غير نصيب والإقنيطرة لا تزال المعابر السورية مع عراق مغفلة إلا لضرورات عمل الحجر الشعبي والاستشاريين الإيراني تضاف إليهم قوات التحالف الدولي بقيالة القوات الأمريكية وأحد أهداف زيارة إبراهيم الجعفر إلى دمشق كان البحث في إمكان فتح المنافذ المتاحة بين البلدين بالتبادل والمرور الطبيعي وحدها الحدود اللبنانية السورية بقيت مفتوحة ومشرعة أمام سوريا النظام وسوريا المعارضة دخلها جيئة مئات ألوف الهاربين من القتل والدمار ومعهم الآلاف من أنصار النظام عسكريين ومدنيين مئات الألوف كانوا يبحثون عن مأوى وجماعة النظام يبحثون عن أعمال وطبابة ومحطة سفر وذهابا ظلت الحدود مفتوحة مام الألوف من عناصر حزب الله بعتادهم واسلحتهم وقد هبوا للدفاع عن الأسد وحكمه وتم ذلك بحرية تامة ومدون قيود فيما كان لبنانيون كثر بينهم وزراء وسياسيون يواصلون زياراتهم لدمشق لأعمالهم الخاصة أو تأكيد الولاء والاطمئنان إلى أوضاع السادة السابقين مع ذلك لم تثر ضجة عن ضرورة البحث المباشر بين حكومتي البلدين كما أثيرت في الحديث عن العلاقات السورية اللبنانية لم يحصل ذلك في الأردن ولا في العراق ولا مع تركيا ولا حتى مع إسرائيل بدت الاشتراطات على معبر نصيب وكأنها مسألة لبنانية صارت تعامل اللبناني مع النظام السوري شرطاً لاستفادة أصحاب الشاحنات من المعبر مثل ما جعل النظام السوري من مصافحة لبنان الرسمي الأسد شرطاً لعودة مواطني إلى سوريا إنه الابتزاز الفاقع الذي يعتقد بعض الساسة في لبنان أنه يحسن مواقعهم في مواجهة خصومهم المحلين ويمارسه سوري الوصاية بحكم تطبعهم وطبعهم والطبع عادة ما يغلب التطبع عن ما بعد الرئيس محمود عباس كتب سمير الزبن في صحيفة العرب الجديد فعدم مراجعة التجربة الفلسطينية وإخضاعها للنقدة على الرغم من كل التحولات التي شهدتها واحد من أهم العيوب التي عاشتها التجربة الفلسطينية في تاريخها الحديث فكل المراجعات كانت للدفاع عن الاستمرار وليس لمعرفة ما جرى وكيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه وتحتاج التجربة الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو قبل خمسة وعشرين عاما مراجعة نقدية ليعرف الفلسطينيون أين يضعون أقدامهم وإلى أين يسيرون فككت المتغيرات التي شهدتها التجربة الفلسطينية في السنوات المنصرمة منذ مؤتمر مدريب مكونات المشروع الوطني الفلسطيني كما استقر في الأدبيات الفلسطينية بوال السبعينيات والثمانينيات وإذا كان صحيحا أن التجربة الفلسطينية خضعت التغيرات في الهدف الاستراتيجي كآلية للتكيف مع الشروط والضغوط التي تعرضت لها فإن هذه المتغيرات التي ظهرت تأثيراتها البنيوية على التجربة الفلسطينية بعد الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية تبين أنها لم تكن تغيرات تعبيرا عن الانحناء للعاصفة كي تموت لأن العاصفة بقيت والمتغيرات ترسخت في الساحة الفلسطينية بوصفها اختزالا للمشروع الوطني الفلسطيني إلى حكم ذاتي تحت سلطة الاحتلال ويمكن القول أنه مع غياب الرئيس عباس سيغيب عن الساحة السياسية الفلسطينية الحرس القديم في الحركة الفلسطينية ويغيب معها المشروع الوطني نهائيا وسيأتي حرس جديد هذه المرة من مركز النظام السياسي الفلسطيني المتشضي نقل الراية إلى الحرس الجديد دلالة على نقل السلطة والقرار السياسي إلى القيادة التي تنتمي إلى الداخل جغرافيا وليست التي دخلت إلى الأراضي الفلسطينية بفعل الاتفاقات مع الكيان الصيوني ولكن هذا الحرس الجديد سيتصارع على فتاة السلطة الفلسطينية وستأخذ هذه الصراعات طابعا عشائريا يدور حول مصالح ضيقة لفئات مرتبطة خارجيا وسيكون هذا الصراع الداخلي في ظل الاحتلال الإعلان النهائي عن انهيار المشروع الوطني الفلسطيني والتحول إلى روابط قرى جديدة مرتبطة بالاحتلال حسب الكاتب وقعت الصين أخيرا بغرام ثلاثة توائم من صغار النمور البيض قامت بخطواتها الأولى أمام الجمهور وولدت توائم النمور الثلاثة هذه قبل ثلاثة أشهر في كونمينغ في جنوب البلاد وولدت وهي تتمتع بعيون زرقاء وفرو أبيض مخططا بالأسود ولون هذه النمور يأتي نتيجة تحول جيني لفرو نمر البنغال الاعتيادي وهو نادر ما يحصل في الطبيعة في المقابل تضم حديقة الحيوانات في كونمينغ ما لا يقل عن 41 نمرا أبيضا ويفيد الصندوق العالمي للطبيعة لأن ثمة 2500 نمر بنغالي في الطبيعة غالبيتهم في الهند وأطلقت مسابقة وطنية لإيجاد أسماء لصغار النمور هذا وسيتم اختيارها نهاية الشهر الحالي بعض صور الكاركاتور التي اخترناها لكم من صحف اليوم نتابعها الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا كل ما في جعوبتنا اليوم في برنامج صدى الأقلام نلتقيكم على خير بنفس الموعد إن شاء الله في صدى أقلام جديد وإلى دقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر